وفي ملف الأزمة الأوكرانية دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فورا وأكد جوتيريش أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي لأزمة غذاء عالمية مشيرا إلى أنه سيواصل إجراءات توصيل المساعدات للمدنيين داخل أوكرانيا وإلى اللاجئين خارجها مجلس الأمن قال يقرر ما يقرره وهذا لا يعني أن أي طرف في مجلس الأمن ضد مسألة وقف إطلاق النار بحيث يتم على مبدأ التفاوض هناك رغبة حقيقية ونية حقيقية لدى كافة الأطراف لتحقيق هذا الأمر وأعتقد أنه يوم الغد سوف يكون هناك إحاطة إنسانية حول الأوضاع الإنسانية هناك وسوف تكون هناك عناصر وجهات من قبل الوكالات الإنسانية التي تقدم إحاطة إلى مجلس الأمن قال المستشار الألماني أولف شولتس إن الشدة البالغة للعقوبات المفروضة على روسيا ليست مصادفة وأوضح شولتس أن ألمانيا وشركائها لديهم المزيد من الخيارات التي يمكنهم أن ينفذوها إذا اقتضت الحاجة وأضاف أن التعاون مع الكيانات والمنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين أو الأمم المتحدة سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا أو أي دولة أخرى تسلك مسار الحرب طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية قياسية للدفاع في وقت السلم تتجاوز قيمتها 81.3 مليار دولار تشمل زيادة بنسبة تصل إلى 4.6% في أجور القوات وأكبر ميزانية للبحث والتطوير في التاريخ وذلك مع تزايد القلق بسبب أوكرانيا ومن أهم أولويات هذه الميزانية بناء السفن وتطوير القدرات في الفضاء والتحذير من الصواريخ هذا وقد خصصت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 7 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية ولدعم دول حلف شمال الأطلنطي النيتو أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جون كيربي أن الولايات المتحدة ستنشر 6 طائرات تابعة للبحرية و240 عنصرا في ألمانيا وذلك لدعم قوات النيتو وأشار كيربي إلى أنه يتم نشر هذه الطائرات والقوات تماشيا مع جهود واشنطن لتعزيز قدرات الرضع والدفاع لحلف شمال الأطلنطي على طول الجناح الشرقية وأكد أن الطائرات المتجهة إلى ألمانيا متخصصة في الحرب الإلكترونية وأجهزة استشعار التشويش وأنها لن تستخدم ضد القوات الروسية في أوكرانيا أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف تدمير مستودعات ضخمة للذخيرة في مقاطعة جيتومير كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في ضواحي كييف إضافة لإسقاط طائرتين ومروحية وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية تم تدمير ما يقرب من 123 طائرة و74 مروحية و309 طائرات بدون طيار فضلا عن تدمير ما يقرب من 1721 دبابة وعربة قتالية و172 راجمة صواريخ وكذلك تدمير ما يقرب من 721 مدفعا و1568 عربة مختلفة من جانبها أعلنت موسكو أن رفض مجموعة السبع دفع ثمان الغاز الروسي بالروبيل سيؤدي إلى التوقف الإمدادات بدون شك وقال المشرع الروسي إيفان إبراموفا إن قرار الرئيس فلاديمير بوتين سيسري على الدول غير الصديقة على حد قوله ويشمل القرار مجموعة من الإجراءات لتغيير عملة الدفع لإمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي اتخذت إجراءات تقييدية ضد مواطن روسيا وعدد من الكينات القانونية الروسية إلى الروبيل الروسية أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تقديره لاستعداد إيطاليا للاندمام لإنشاء نظام لضمانات دولية لأوكرانيا وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف لإنهاء الأزمة الحالية كما ثمن زيلينسكي خلال اتصال هاتفي بنظره الإيطالي ماريو دراجي دور إيطاليا في الدعم الدفاعي والإنساني لأوكرانيا وقد أعلنت الحكومة الإيطالية أن دراجي جدد خلال الاتصال التأكيد على دعم الحكومة الإيطالية للقوي للسلطة والشعب الأوكراني واستعداد إيطاليا الكامل للمساهمة في العمل الدولي من أجل إنهاء الحرب ودعم حل دائم للأزمة في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر